إصابات جديدة بالحمى النزفية في محافظة القادسية زادت مخاوف مواطنين محافظة من انتشار الحمى بشكل أوسع وفاقم هذه المخاوفة التخصير الحكومي على الأقل في الوقاية من الإصابة بالحمى الإصابات التي سجلت إصابتين في محافظة ديوانية الإصابتين كانت ترامس بين المرضى وبين الحيوانات إصابتين فقط وعشرة مشتبه بيهم إذن هو التخصير الحكومي أبرز أسباب انتشار هذا المرض في البلاد والحيوانات هي المتهم الوحيد حتى اليوم بجلب هذه الحمى إلى المحافظة والضحية بين هذا وذاك هو مربي هذه الحيوانات يعني أصابات عندنا بس ما شفنا شيء من الدولة ما طلعت الدولة ما كافحة الدولة أحنا ما حدنا الدولة نايمة الصحة نايمة ما عدنا كل شيء ما عدنا هسا مثلا الأصابات ما كافحة الدولة الحلال يبعونا بالله هاي مالت الوكف احنا نقول ممنوع يدخل ممنوع ينباع يا بطون الأصابة مالت أضرار انتشار الحمى النزفية في القادسية لم تقتصر على ذلك فقط طالت القصابين وأرزاقهم كذلك حيث ابتعد المواطن عن شراء اللحوم لانعدام ثقته بخلوها من آثار المرض بعد الناس ما تديرته يعني انتخاف يعني هذا المفروض الوزارة الصحة تطيء الدبح بالمجزرة وشغلة رسمية وحتى الناس صير عدة ثقة باللحم تاكله ويشير انتشار الحمى النزفية بشكل أوسع في محافظة القادسية والعراق عموما إلى الإهمال الحكومي في معالجة أسباب المرض وإيجاد سبل للوقاية منه وهذا ما أكده مجلس محافظة القادسية مؤخرا بقوله إن السبب في كل ما يجري هو ضعف الوقاية وعدم تفاعل الوزارات المعنية مع مشاكل الأمراض الانتقالية والوبائية في المحافظات بدريعة الآزمات المالية ترجمة نانسي قنقر